بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي وأشواري ومن أعماغ أعماغي أذكركم بأن الدين في وداننا باغي وأن الدين لا يحتاج تديسا ونفاغي مساكنه بواطننا تزيننا وتبعث في نفس الناس يشراغي فيا عجبي على زمن أن يحطم في أمانينا وينسر باغة الأحزان في أرجاء ودينا كيف حوالكم عليكم طيبين عليكم زينين متى تدري شير عشان يعرف الغير شير عشان نوصل صوتنا للغير دايلي نكفي لهذه كيف حوالكم مرحب بالكندكة أماني حبابك عشرة من غير كشرة مرحب بعبد الله عثمان مرحب بأحمد فريد مرحب بالكندكة حناني مرحب علي علي محمد النور مرحب برايم منستر يا أخي محمد أحمد فريد عبدو إسماعيل معتصم يونيس حبابكم عشرة من غير كشرة كيف أحوالكم عليكم طيبين عليكم زينين أنا حقيقة في حالة بتاعت سفر عشان كده أيمن حبابك أيمن إبراهيم حبابك أحمد أبو مدلة بعشوم حبابك هلا بيك مرحب بيك حبابك في واحد قبل يو مرحب بيك في واحد محمود حبابك محمود يا أستاذ غالب طيفور الشاي بمسال خير مسال نور مساك طيب يا أخي مساك زين كيف أحوالكم عليكم طيبين يا جماعة حقيقة أنا والله في ظرفي بتاع سفر أنا مقبل أيام قلت في أولادي عندهم الرحل لأنه هو البلد دي فيها سيستيم ماذا يبلدنا يعني الواحد كان داري يكون قريب لكن في النهاية هنا الحكومة الفرنسية بتجبرك إنه في رحلة وفي حاجة سيمة الفاكنز الفاكنز الإجازة الإجازة الطبيعية دي أنا ما قاعد أستغل بالإجازة دي أصلا لكن لأنه السيستيم هنا إذا الأولاد نزلوا المدارس بيزألون أول حاجة الإجازة بتاعتكم قضتها ولازم تكتبوا لينا عنها لو قالوا يا أخي والله نحنا قضيناها في البيت هنا دا النظام أول ناس الأسيستنات بيكتبوا عن الموضوع ده بأنه النازل هيجعلون مقبوطين بيفتكروا إنه الإجازة دي حاجة مهمة جدا جدا لازم أي طالب لازم يأخذ إجازة لازم يغير لازم يعرف مدينة جديدة عشان كده عندهم سيستيم لو ما عندك قروش بيعملوا لك الإجازة دي ذاتها لو أنت ما عندك قروش في منظمات قاعدة بتنتظر عشان تعمل لك الإجازة دي ودي الحاجات قلت لكم دايما نحنا البنفتشة في بلدنا أنا حسي حاليا قاعد في منطقة في نانطي في شواطئ الباريسية زي ما الناس الفرنسية زي ما بقولوا الناس في منطقة بخوم حاجة اسم غريب كده شايفة طبيعة قدامي عندي سكن هيا أولي هنا ده أنا بجي من هناك بقعد أنا واطفالي قدامنا عندنا مزبح وعندنا الشواطئ بنطلع لازم تقعد لك 10-15 يوم الكلام ده بيتمو لك المنظمات المنظمات الفرنسية لأنه هي دائرة طفل يعني يقوم مدعافة أو مدعافي من الكبتن نحن مارسوا علينا أهلنا ده حاجة طبيعية طبعا فمساكم خير عشان كده في ظرف بتاع سفر طبعا أنا كنت بفتكر إنه نفسي أنا أول زول حامشي الشغلانة عشان كده أبيت أصورها قلت يا أخي ده كمان يقولوا ياخد جماعة غالب باع وطبعا في ناس منتظرين الحاجة غالب باع يا زول غالب أظن استلم وماشي على الشواطئ الفرنسية لا لا فقلت ما أصورها لكن وقت نحن طالعين اتضح إنه في زحمة تقيلة جدا جدا لأنه كل فرنسا بتطلع تأجز في الشواطئ كلها بتطلع تنشي الشواطئ بتلقى نفسك مهيأ لكن ما مهيأ لكن بيكون عندك قدامك سكن مكتمل بموته بكل خدماته موجودة الخدمات قدامك أي حاجة بتطلبها بجيبوها لك أصطعا ما في حاجة ما بتلقاها أكلوا شراب ده آخر حاجة أنت تفتشها في فرنسا ودي الحاجة أن نحن حزينين في إنه ما موجودة في بلدنا لأنه الفرنسيين والدول العالم بفتكروا أنه موضوع الدولة دي شركة والشركة دي ما ممكن تخسر أصطعا بيقول لك الشركة دي مستحيل إنها تخسر يعني اتخيل إنه الدولة شركة الشراكة اللي بنعمل دي اللي هو الوسيقة الأولى بتاعت الدستور دي الشراكة بتاعت المواطن بتصهر بي وحقه داخل الدولة الشراكة دي ما قاعد تخسر الشراكة دي لذي منت يجي قعايد لكن إحنا دولتنا دي شغالة جيبايات قبل دقائق بس أنا كنت بتكلم مع واحد من ناس من ناس التحصيل الإلكتروني بيضحك بيضحك في في شنو في السيد عبدالباسط عبدالباسط همزة قاله مالقو علو جريمة هو ذاته من الناس المتحصرين أو هو ذاته الطب يعني هو قاعد في مكتب التحصيل بتاع إرنيخ خمستاشر لأن الكيزان حقيقة نقام طوروه والكيزان قاعدين يطوروا لكن تطوير بدون تطبيق يعني تطوير دائما بيخلق فيه خلل عشان هم يأكلوا من خلاله اهي اتهدوا جابوا شغل الإلكتروني دو على أساس إنه إذا يدعم في آخر مدينة في ستودان هنا بيصهر قدامهم هنا في الكمبيوتر لكن للأسف الشديد تحسي الأورنيك أولا اختفى خمستاشر وقفوا الشغل لأنه ماشي على الشغل السريع سريع البلد دي ما هي وقت تجي في مراحل حكومة انتخامية بيحصل فيها المأكلة وبتحصل فيها السرقة فقال لي السيد عبدالباصد همزة قال لي نحن مشينا على أساس إنه في شارع نشوف التحصيل بتاعه ما داخل التحصيل فأول ما مشينا قالوا الشارع رصفه كان عبدالباصد همزة هي سبعين كيلو في منطقة من الخناق لغاية الأرقين دي رصفها عبدالباصد همزة هي سبعين كيلو لكن هما الحكومة مديال لمدة سبعين سنة تركب الزلط هي طوال تدفع وأقل يوم بتاع تحصيل عشرين مليون أقل يوم دزل قاعد في المكاتب بتاع التحصيل بتاع وزارة المالية لأن هم في النهاية كل التحصيلات بتحصيل بتاع أرنين قابس داير بلموها كلها في أرنين اكتزع وستين وبسفروا طوال وزارة المالية تخيل أنه قال لي عبدالباصد القضية بتاعة معمر روسة أنا علقت عليها معمر ما عنده يدانا لكن هي أصلا السيستم والنظام بتاع الحكومة الانتخام الانتخام يتبند على إن تستهدف لك ناس ممكن يكون لسا ما ولق ولسا ما سرق ولسا ما اقتصب زي معمر هذا لسا جديد في المنظومة الإسلامية يقوموا يجيبوه يستهدف بعد شوية الناس كلها تكورك فيه ويقوموا يطلعوا وتحت مظلط يطلعوا آلاف يطلع غندور يطلع كاركور يطلع فرفور يطلع وكل يطلعون في مظلط منه لأنهم يقول لك يا أخي أخطأنا مع معمر القضية دي بتتكرر في عبدالباسط همزة بإنك تمسك الناس اللي أنت متأكد إنه أكل ما زاهر يعني حسي زي عبدالباسط همزة دي قمت سهلته الشارع ده أرنق خمسط همزة بتاع ما عنده خمسط همزة ورق بس بكتبوا لك ورقة إنك دفعت وإشخطو عليك ومضو عليك عبدالباسط همزة ده في شارع عرقين الشارع ده تخيل إنه يجي يقول لك ما في فساد كيف البلد دي ماسيكا ماسيكا قلت لكم حميتي والبرهان وحمدوك ديل تلاتة هم هم ماسيكين حمدوك ده آخر زول يعني أنا قلت لك حميتي طوالي بعد البرهان بعد حمدوك النازل مشغلين العمل ده بوسط حزب الأم ده حزب الأم الحسي هو بكاتل ضد لجنة إزالة التمكين لأنه خايف جب second في لجنة إزالة التمكين حقيقية ما كان بيكون معمر المقبوض كان بيكون مقبوض أهل البرير واسق البرير معتزق البرير اللي هما نسابت منه اللي هما نسابت أهل المهدي هم هما زعلان في لجنة إزالة التمكين كان بيكون مقبوض مبارك الفاضل وغازي صلاح الدين العتباني كان بيكون عبد الرحمن الصديق وجوده ذاته كان خصما على الصورة ونوع من العمالة ذاته كان عميل للنظام السابق الثاني حزب الأمة هذا طبعا يا جمان هو المهيمين على الدولة حزب الأمة حزب المؤتمر السوداني وحزب البحث والرأس مالية الطفيلية كيزان وغير كيزان كلهم هم ديل المشغلين الدولة دي حميتي ناس حميتي طبعا هو المحرك النازل كلهم محرك يمين ويسار وهو المحرك حمدوك وهو المحرك برهان البرهان هو المحرك الحزب المؤتمر السوداني هو المحرك حزب المؤتمر البرهان لأنه عديل منه أبراهيم الشيخ ودي الحاجة اللي بتوريك إنه في النهاية حسي سيقول لك القضية خلاص ماتت بعد شواء القضايا كلها انتهت تجد عاين أنه يقدموا لك حتى الناس اللي بقدموا له محاكمات حيبقوا شنو في النهاية حيمشوا قدام المحكمة الدستورية ما في محكمة الدستورية ما عندها مقفلة يا أخوي شوف لكم الشغل أمشي قعده أمشي واسطة حياتكم لغاية ما ربنا يغدر المحكمة الدستورية يعني أي قضية إعدام غير إعدام حتقف في عتبة المحكمة الدستورية لو جيت بالغانون وبالفهم المحكمة الدستورية دي مرتبطة بالقضايا بتاعت الدستور بتاعت البلد ما عندها قضية بإعدام زول لكن هم ساقوا لك كده عشان انت بيفتكرك هنا كنت عشان يستغبوك استحمار للشعب السوداني يا أخي المحكمة الدستورية هي سماء محكمة الدستورية أول ما تجي في كلمة الدستور اللي هي مختصة بالدستور أتدخل إعدام في محكمة الدستورية دخلوا دي لأنهم دارين زبطوك بنفس الحسابات بتاعتهم زي ما انت حسي حاليا مجلس الشركة هو البفتي هو البشرع ما أخذ محل المحكمة التشريعية أو البرلمان التشريعي ماسك محل البرلمان إذا انت كوركت إنك بالطالب بالبرلمان والشركة ما بشكلوا البرلمان ما في مشكلة يجيب لك ناس عجيبة الهادي يجيب لك ناس صديق ودعا يجيب لك الإدارات الأهلية ويجيب لك الطرغة الصوفية وكل الحشاشة من شبكته وناس مني أركملناه وناس كده البلد ما شاء تكسيم اللي يعملوا فيه تكسيم الحسي يعمل فيه حمياتين ليلة في نيل الأزرق هذا تكسيم يا جماعة البلد دي هشا الحكم الإغليمي ده ما بنجح فيها الحكم الإغليمي الحسي سيقوله والاحتفالات دي ما بتنجح فيها هم ماشيين لو اتقسمت فبها لو ما تقسمت هم يكونوا نجوا من العقاب لو ما تقسمت هم يكون شوف النازل بيفكروا كيف اللحظة بدي ذات الماسكة السلطة دي ما عندها صلة بالصورة إذا قلت لك حزب الأمة حزب الأمة ما كان عنده صلة بالصورة وانت عارفين هم كراء جوه وكراء بره وعارفين الإمام بتاع عند الغاية ما مات كانت الصورة بالنسبة لي وبوخة بتاعت مرقة ما عندها أي شي هي شغلانة سائج كده طلعت ويجاد فنجاح الصورة دي ذاته أن الشعب السوداني الحجل بتغلغ للمواطن وبتعذبه إنه الناس طلعت الناس طلعت والناس اللي كان ضدها الناس اللي كانت ضدها نفسهم جوالحكومة والناس اللي كانت مؤمنة بالهبوطة الناعم هم بشكلوا الحكومة اللي لا اللي هم الكيزانة التانين دي اللي هو حزب الأمة ده ما عنده مشكلة ما عنده مشكلة مع الإسلامين أصلا الإسلامين يتربوا وين عاشوا وين ما جابهنا الصادق المهدي ذاته التلابي ده لو ما الصادق المهدي ده كان بيكون موجود ما هو التلابي ده سعى للمصاهرة دي على أساس أنه يخلق بها الكتلة بتاعته دي والكتلة دي قدرت تدآلف مع الحزب الأمة ده حزب الأمة جوزه كبير كيزان يعني ما عنده مفرق من الكيزان كتير ما هم ذاته مفهوم مفهوم بتاع كيزان الحزب بتاع المؤتمر السوداني ده صنيعة صناعاج هذا الأمن ومعرفين برضو كيزان يعني ما يعني السورة دي مش استلبت ساي واستلبت غذرا والناس البمارس حسزي كلام عمر الدقيل وقد بدوا في تكمين بتاع أفواه حسزي شغالين عشان يكمموا الأفواه ويختاروا لك السوار يعني يطلعوا يقولوا قبضنا النظام البيت الزولة اللي يقبضون تلقى ساير تلقى مناضل تلقى صوري تلقى عنده خط تلقى رمص بيقبضوا في السوار ده النظام البيت ده ما في نظام بايد والناس اللي يقبضون يقولوا لك يا أخي يطلعوا لك إشاعات ده منه البعثين ذاتهم وحزب الأمة والناس اللي قاعدين في العقومة يطلعوا لك لو إشاعات بينه قبضنا ويزولة الزول ده خلية ومتفجرات وكده والقضية تمشي وياخد سنة وشوية في النهاية لا تلقى متفجرات لا تلقى لهمبات لا تلقى عجلات ما بتلقى أي شيء زيرو ده حزب المؤتمر السوداني تمشي من خالي السيليك لجمال الوالي لعمر الدقير لهشام الدقير لجلال الدقير نظام سابق ما في جديد يعني والناس اللي بتفتكر إنه حس الصراع ده بيقيف على كده طبعا الرأس مالية معروفين الناس عارفاون يعني كانوا سامة داود ولا محجوب عر والمختلف معهم طبعا هم مختلفين حتى الرأس مالية مختلفين يعني الرأس أبراهيم ما ومعه سامة داود والدي مرغني وديل ديل بيشكلوا مجموعة وناس ناس الفاتح عروى والشو اللي بيشكلوا مجموعة تانية اللي هم مجموعة رأس مالية اسلامية وديد فيه صراعات بيناتهم بين الرأس مالية والرأس مالية زي ما فيه صراعات بين الإسلاموية والإسلاموية يعني صلاح قوش ماه إسلامي مختلف مع المؤتمر الشعبي في شنو طارد ناس المؤتمر الشعبي لأنه حتى الإسلاميين عندهم بوابات الحكومة دي فيها إسلاميين فيها إسلاميين وزي ما نحن قبل بالدارس حمدوق دا وكان جايبينه وزير مالية رفض ليه ما هو حمدوق دا كان عارف الكلام اللي قاله صلاح منع كان واضح بينه حمدوق كان عارف بينه عمر البشر ما حيمشي لي قدامه يعني الوصايا جاته من صلاح قوش وقعدة صلاح منع معاه وصلاح منع بشكل حزب الأمة يا جماعة حزب الأمة وقد قاعد مع حمدوق دا هو كان عارف انه عمر البشر خلاص خلاص كرته تحرك ما في حاجة غير انك تتنتظر لأنه لو جابوك كان حيحرقوك زي منه زي صدمة صدمة دا ما في النهاية حرقو بي إيلا كان حيكون مصير حمدوق شنو انه تحرك فكان أخروه وفعلا جابوه صدمة جمعت الصدمة ومعت الصدمة فشل وفي النهاية سقطت الحكومة لو كان مشا كان حيزقوط فالوصايا بتاعت صلاح قوش التزنبع حمدوق وجبع صلاح قوش وارتبط مع المعتوه دا اللي اسمه حمدته وحمدته طبعا لأنه ماسكال كنترول بتاع العمل دا كله وهو زي ما تقول اشتغل الدعاية بتاعته وزعته بأنه حمدوق كان مع الصورة رغم انه كان يوم سبعتاشر ناسو كان بيقتلوا في السوار ويوم تمانية يوم سبعتاشر اللي هي في ايام الاعتصام الايام دي ذاته كان دعم سريع الناس اللي كان بتكتل دعم سريع فيها اي في جهاز في دعم سريع بيقتل كانوا كلهم ختله ما كانوا أصلا قريبين للثورة لا حمدتي ولا حزب المؤتمر السوداني ولا حزب الأمة ولا حزب البعسين كانوا كلهم نهبوط ناعم خالي مؤمن بالانتخابات وحمدوق طبعا لأنه خلاص لقناس المنظمات ديل وحس طبعا فارد جناحين ولأنه ضامن الموضوع بتاع المنظمات ده عارف أنه المنظمات دي بتحاول بقدر ممكن توفق له أوضاعه حمدتي طبعا حصي حاليا ماشي عارف أهم نقطة أنه بيقى نايب أول كلمة أول دي طبعا إضافة الناس ما سألت نفسه ليه نايب أول ما معناته في حاجة جاية طبعا دي الكلام الدار يقوله لكم طبعا فيه فيه رؤية بتاعت إنه إذا أنت جدعي أنت للحلو الحلو ده مع دايرينه ناس إذا أنت بتفتكر إنه يعني يعني حمدوق دايرين داير المنظمات العالمية الحلو برضو دايرينه المنظمات العالمية الحلو ده دايرينه ناس كثيرين جدا جدا برضو زيه لأنه المشروع بتاع صندوق النقد بيكتمل مع الحلو وهم عارفين الكلام ده يعني يعني الهيبك وقت قاموا اللهم رسلوا له إنه الهيبك فتح له بوابة ممكن تقعد ثلاثة سنين ولا أربعة سنين إنه يكون قاعد كان عارف إنه يعني قبل يوم رسلوا ليوم تزاو عشرين بينه الهيبك دا حتى تعفلك ديونك ما هو المنظمات دعمه دعمه خاصة المنظمات الغير حكومية وماشيين في ناس ديفيد بيزلي في مجموعة كبيرة من الخوايات قاعدين مع حمدوق دا على أساسي إنه هما عندهم مشروع برضو ما ساي يعني هما بحبوا السودان يعني تعال نقعد مع بعض حبا في السودان بيعشغوا السودان يعني عاجبا ونمشي يقعدوا في الأرياف ما هو في النهاية هما ذاتهم عندهم مشروع بتعناه يعني ما هو العالم دا العالم الغربي اللي أنت بتشوفه دا لو أنت بغضوع به ونحن قاعدين فيه لو إنه هما مثال للإنسانية تبقى أنت ذول بليد ساي وما فاهم حاجة ما في زول إنساني ما في دولة إنسانية الشعوب الشعوب هي الإنسانية لكن الدولة ما إنسانية الدولة دي عندها مصالح إذا هي ما شعرت بينها هي أنت حتلبي مشاريع وطموحات وآمالها تمشي غير مأسوفا عليك وجه تاني يعني حسي وجود حمدتي بالنسبة للغربي ممتاز جدا حتقول لي ما ممكن والمنظمات عاين للسيسي دا السيسي ديكتاتوري الصغير دا انسانية الضدعم غمأ مقاتل السيوم تحتوى للوقت والإبادات الطعام الانسانية ممتاز في Awareness إليه من البلاد لا،؟ لماذا نسانية اللعين سيسي دا انسانية لماذا شعرت مهمد والديبّة انسانية دموقراتيا والرغربي وكون lance жانية اليهم متاجد لماثل ряд وستطيع معن питات وإنفس سنوات الغربي كان المغربي و spoilers جابت منه؟ جابت محمد دبي؟ جابت انتخابات؟ جابت التسكية؟ ما ضلع عديله استبداده ظلم لن يغضعك بأن العالم الغربي يحب مواطنينه يحب الشعب لأنه هو المقاعد في الكرسي لا يسرق من جوه البلد لأنه تحاسب يسرقك بره ويجيب لونهن يسرقك انت الغبدة انت بتفتكر انه الغربي بقيف معك ده بينها بكتك وبشيلي ودلونهن تبقى في النهاية هما لا الحكومات ما عندها إنسانية الحكومات عندها مصلحة علاغة مبنية على المصلحة حس الكلام اللي بيعملوا انه يوم تزعوا عشرين نزلوا لك فكلك الديونك تأخذ لا ثلاثة سنين وممكن وممكن لا وطبعاً يوقفوا بها مواكب يعني الغربي بريد حمادوكا هاي صح؟ لأنه حيحقق له طموحاته الغربي بحب العساكر برضو رايك شينو؟ بحب العساكر ولا ما بحبهن؟ ماكرونده وقد دعا البرهانده البرهانده كان شغال في الكشافة ما هو السفاحة الكتلى المعتصمين ذاته وهو يحميتي الغربي بحب الدعم السريع بحبه ليه؟ ساي كده؟ لا لأنه موقف له التدفغ الأجنبي لأنه يعني عامل له خط كبير جداً جداً بمنع بدليه خمسة ألف بجو ألف الغربي ما بهمه إن كده بتحصل شنو؟ هو خايف إن الإضطرابات ما عشان كده حتى لو حصلت مشاكل ما هو خوفاً عليه كده خوفاً على سيوبيا والمصالح بتاعت إسرائيل يا أخي خوفاً على مصر وغنات السويس وإسرائيل خوفاً على السعودية بتاعته دي السعودية دي مع طفلة برضو طفلة من أطفال الغربي زي ياهو زي ابنة من أبناء إسرائيل اللي هو الإمارات دي دي مع ابنة من بنات إسرائيل طفلة برضو من أطفال إسرائيل الغربي الغربي بحب ما هو إبراهيم بتاع الرأس مالية الحسن الرأس مالي الطفيل بحبه سامة داود لأنه يجيب له السمس بنهب كتة وبيد السمق السوداني السمق السوداني ما بقول العربي سوداني سمق سوداني 8% ننتجه تقول لي سمق عربي العربي وين لقوا؟ سمق سوداني بيور الغربي بحب حميدتي برضو زي ما بحب الحلو بمأنه�� campeلة بيوقف له حاجات كثيرة جداً جداً بيقدم له معلومات كثيرة جداً جداً وممكن يسرق له اليورانيوم بتاعك الممكن يسرق له والدهب أم وممكن يسرق له والماس برضو بيحب حميدتي يعني الغربي بحب الحلو لأنه�� شاعر وفيهها حاجات كثيرة وفيها كنوز وفيها بترول ما ترفتك ان سائع الغربي دا لازم يكون طالما سعى مع الحلو في مشاريع كبيرة مكسها انهو بحب الدولة العلمانية والدولة المدنية والدولة الفولية بيحبوا مصالح يعني يعني أنت حتعرف تنقب أكتر من الفرنسيين ولا بتعرف تنقب أكتر من البريطانيين ولا بتعرف تنقب أكتر من الأمريكان فهم دائرين برضو وكتب تفتح الدولة دي وهم ذات وكتب يلقوا البلد مفتوحة ويلقوا في حريات ويلقوا في استغرار هم حيستفيدوا المنطقة بتاعته الكلامة دار تكلم عنه طبعا المؤامرة بتاعت أهلنا ناس الشرك وحيا النعيم والله حاجة محزنة بتاعت حيا النعيم لو حقه نحن دايما نتطرع لا بشكلها يعني صراع صراع دامي يعني صراع سيء جدا جدا بيعكس لكنه يعني كبرى المؤامرة مؤامرة ضخمة جدا جدا حيث الناس لا تعرف تتكلم عنه لانه لا يعرف صراعاته لانه دي شكالية حقيقية اللي بتحصل في دار النعيم ما هو في النهاية الوالي منه الوالي بتاع دار النعيم اللي هو من البيجة اللي هو من الناس ترك اللي هو من قبيلة اللي هو ممكن يكون من البيجة والهدندة ودائلة اللي هو ما ترك بالنسبة له طبعا هو بقول شنو هو الأب الروحي الأب الروحي بتاع الوالدة الشنقراء الشنقراء ترك وترك ده طبعا ما بلعب في الشنقر اللي هو الموجود حسي وغالي فوقت تكون في والي من الهدندة اللي هو الوالدة وابتقول والي يعني هو الرئيس بتاع اللجنة الأمنية بتاع المنطقة والمنطقة دي ذاتي يا جماعة برسودان عندها خصوصية لانه الناس ما قاعد تتكلم عنها بصورة واطعة المنطقة بتاع برسوداني فيها خمسة فرق فرق بتاع الجيش خمسة خيل انه انا اللي بتتكلم لك عن المنطقة بتاع تيريك دي انا ما بقول لك انه يغمعون دا رأوريك حقه يكون فيه استدباب بتاع عمني قدر كيف حقه يكون فيه استدباب لانه كمية كمية تلعساكر بيكون فيه كمية بتاع توعي لانه العسكري دائما حقه يكون واعي وفاهم انه لو كتل بيحصل له شنو يعني والغانون هو ذاته قاريو يعني فيكون فيها خمسة فرق بتاع الجيش والفرقة دإيا انا ما عارف اللي هو فيها الفرقة دي تخيل لي فيه اربعة الف ولا خمسة الف فتخيل انه كتكل لك فيها خمسة فرق يعني خمسة الف حمسة وعشرين الف خمسة وعشرين الف عسكري دا موجود في بورسودان فرقة سي offset الليلة معDA غير البحرية وغير كده فرقة بس ممكن تكون البحرية من ضمنها يوجد جهاز الأمن، يوجد غيادة جهاز أمني كاملة، يوجد غيادة دعم سريع السبيقات، يوجد أبو طيرة، يوجد غيادة الشرطة المنطقة كلها، يوجد مدرسة جبيت لو أنتم تذكرينها المشاة لو أنتم تبقى ضابط لتصل مرحلة تبقى ضابط، أي ترجية، أنتم تحتاج تمشي هناك جبيت على أساس أنه تجتازة من هناك، النازل كلهم قاعدين، وعندما تحصل هذه المشاكل، يوجد غيادة الجيش بدعاين في المشكلة، ويوجد غيادة الأمن بدعاين في المشكلة في بوابته هناك، هذا الناس الدار النعيم، وهذا الضريب، زول واحد يكلف نفسه، يمشي كان جيش يقفه في النص معافي، الخمسة في رقدي، لا تستطيع التوقف على هذا الشغل، هذا ما دليل على أنه هم يتلاعبوا بين مواطن، أنا ما أقول لكم أنه أرخص غيمة بتاع البني آدم، هو غيمة البني آدم السوداني، رخيص، رخيص يعني ما عنده أي غيمة، ما أي زول بمدحق ويتحاسب فيه كل الناس، يا أخي، أنا ما أبهمني قصة تيرناك أنت دار تجري ليغليمه، ولا دار تبقى والي، ولا دار تبقى وزيره، أنا دائما أبهمني، أول حاجة سلمت البني آدم، سلمت الإنسان بتاع المنطقة ذاته، إذا لم أهتمنا بسلامته، أنا أبتهمني مشكلتك الباقي دي، القضية الحقيقية والخطأ الحقيقي أننا تكلمنا عنه قبل فترة طويلة، والله يتكلمنا عنه، وقسم بالله العظيم وكتابه الكريم يتكلمنا عن النقطة ذاته، وأنه تحدث، لأنه هذه المحاصسة، هذه المحاصسة، والله تجلب لك والي جيدا، والله تابع للهدن، ومسكى اللجنة الأمنية،، كف؟ كف؟ انا انا غالب طيفوغ الشعير طلعت من هنا دا بقوني والي والعياذ بالله بقوني والي وين والي في مدرمان محل الاهلي اهلي دا اذا محس ولا جعافرة ولا كنوز ولا جعلين تخيل انه عاملين مشكلة انا انا اهلي اللي هما قاعد معهم في البيت اللي هما عايش معهم في الحج اللي هما عايش معهم في البيت اللي هما اولاد خالتي اللي هما اولاد عمتي اللي هما اولاد حبوبتي وانت بالنسبة لي غريب اصلا انا شعر بك من زمان مما انا ويلدوني فيه حاجة بيناتنا اللي هو انت بني عامر وانا هدندوي ولا انت نباوي وانا بني عامراوي فيه سراع بيناتنا انا سأقف معاك انا معقول اقف معاك اخلي اهلي ماذا اللي بكتلوني ما لو ما كتلوني ذاتي هم هجة منه هم الوصل للمرحلة منه ماذا لذاتهم انا انصرهم ولا انصر كتا ماذا المفهوم بتاع المحاصصة وهي مشكلة المحاصصة ذاتها دي زمان نحن نحن نتكلم عن المحاصصة بانه اي زول يجيبوه ما حقو يكون موجود وهالي لاهله فيه زول يبقوه وهالي لاهله دي الادارات الاهلية وده نحن نتكلم عنها دائما انه الادارات الاهلية دي واحدة من واجباتها انها هي ما تكون مرتبطة بالسياسة يعني تيريك دازاته ما حقو يكون مرتبط بالسياسة مرتبط بالنظم بالنظم المجتمعية بحلول المشاكل هو ماسك ادارة اهلية الاهالي بتاعينه المنطقة انه يحل لهم مشاكل انه يكون وسيط لهم لمنه لعالم السياسة يعني تيريك دا يمشي يحنس بتاع البرلمان بينه يتطرغوا لمشكلة الموية يتكلم معه بينه يتكلم يمشي للرئيس الجمهورية يشتكي بانه دا الاهالي انا ماسك الادارة الاهلية متضررين من السكن متضررين من الظلم هذا شغل الادارة الاهلية شغل اتماعي فالشغل دا التاريخ ذاته لا يرحم بدت من ماجي الانجليز هم الانجليز خلقوا المشكلة ذاتها مثل المشكلة بحلائب وشلاتين ما خلقوا الانجليز اصلا بخله دايما مثل ما يقولون مسلسات دايما بتخلق المشاكل فدى واحدة الادارات الاهلية دي رغم انه ما دار استشرفيها وما دار اسئل لها لانه في النهاية فيه الناس عمامنا وخيلاننا وهم ناس بتاعين حل فعلا ناس عقد وناس حل لكن اول ما يتجهوا للسياسة اصبحوا زي ما تقول كده بقرة بتاع السوء او نقطة بتاع السواد هم محتاجين يطلعوا من السياسة دي هم كانوا الحكاماء الناس الادارات الاهلية وهم كانوا دايما البحل حل المشاكل لغمينه ماضيهم طبعا كانوا بلقطوا الجبايات للانجليز نحنا نسامح مع النقطة بتاع الانجليزي وكانوا زي ما تقول شغالين في يد الانجليز بلقطوا لهم الجبايات والقطن والدهب والحياة الزيادة ياخي انسى الموضوع ده ياخي نحنا قبلناكم بسوءكم ده وبأنه فيكم الناس كانوا متميزين يعني حتى عندهم علاقة سيئة مع الانجليز لكن نحنا نقوم نتجاوز النقطة دي كلها وحسي تبقيتوا الادارات الاهلية عمامنا وخيلاننا ناس الناس اللي بيقول شو ناس حلالين المشاكل كانوا حلالين المشاكل ياخي التجهل للسياسة بتاعاتكم دي التجهل للعمل التوقف يتجهل للحل المشاكل لانصاف الناس البسطاء دي لحل المشاكل تشيل المشكلة من تحت ترفع للحكومة ابعدوا من السياسة ياخي الكلام اللي بيعمل فيه حمايتي طبعا ده كل المشروع ده ده مشروع حمايتي لانه يفتكر انه المواطن ده بقدر يجروا بواسطة الادارات الاهلية الناس المشروع طلعوا مع تيريك دين بكرة حمايتي بيدفعوا لي تيريك عشان يطلعوا معاو لحاجة تانية دي هو بيفتكر انها سند وهم منتظرين بين الانتخابات الادارات الاهلية واحدة من الشروط زي او زي الاسلاموية اللي هم نحن بيقول ياخي استغلال الدين برضو استغلال استغلال الادارات الاهلية الطرغة الصوفية دين استغلالهم في السياسة ده واحد حقو يكون خط احمر ممنوع لانه الزول ده جايق بطريقة تانية جايق بفهم تاني هشان عشان تنوروا ليدينو لانه كيف يعبد الله انت دارت ودي لانه يعبدك انت انت بتفتش هذا الادارات الاهلية تفتش وينه يودي لانه يعبدوه وهو ذاته بعد ما يعبدو لازم يعبدو ذاته يعني أنا بعبدو الصحابي لازم لازم تصوت لفلانة وفلانة اخدم فلانة وفلانة دي حقو تكون انتهد يا جماعة عالم الوسايا انتهى ده عالم بتاع الوسايا لازم انتهى التخزيز انتهى نحن مشروع ثاني مختلف مشروع لصناع الدولة القضايا كلها قضايا مختلقة ويموتن فيها كثيرين جدا جدا المستفيد منه من أحداث غرب السودان من شرق السودان وغرب السودان المستفيد منه هما مستفيدين الكيزان جزء من الكيزان لكن الناس الذين يتحدثون منه وليس كيزان مع كيزان كيزان ترك ما عاجبون يعملون كيزان منه كيزان صلح قوش حمادوك حمادوك وحمادتي برضو يجوزه من الكيزان وسيقلو فصيل من الكيزان فصراعات لو جيدت للناس المستفيدين ستجدوا واحد تريك اثنين ستجدوا حمادوك او حمادوك حمادتي بالضبط كده مستفيد من الشغلانة وحمادتي طبعا بسوق في الشغلانة حمادتي ما سايقبها الراحة جدا جدا انت قيلوك الظهر انه نائب رئيس مجلسيادة ونحن طبعا جوتنا يا زول بقيت نائب متين وحمادتي نائب رئيس مجلسيادة قام طلع محمد الفكي قال شنو قال نائب الرئيس ده لايحة داخلية يعني نحن في الاجتماعات عشان هنا بالنادي بانه النايب رئيس مجلسيادة في الحياة اللوايح الداخلية يعني ما حاجة برا بعد شوية الغنوات الحدث الجزيرة كلها نائب رئيس مجلسيادة حمادتي حسي قاموا سايقبوا نائب اول ليه اول طيب فتاني يعني ما هو مدام جا اول فتاني فيهمتون يا جماعة ما هما عارفين انه قبيل قلت لك انا الخوايات دارين الحلو وطالما الحلو جا حيكون لو جا الحلو لازم يكون في مجلس السيادة ولو جا في مجلس السيادة لازم يكون حاجة كبيرة يعني لازم يكون نائب يعني مالحلو جيش كبير وزي حمادتي وقريب للجيش السوداني ما عنده مشكلة فبكون نائب لكن اه ها حمادتي بقى النايب الاول اه عشان يبقى الحلو النايب الثاني اه فهمنا والله بالله هما سائقين الشغلان دي يعني بجهزوا له على اساس انه نحن ملئنا الارضية ما قلت لك ذي الاطفال البجري احجز كرسي اول انت قال الناس اه وقت جابت الفوج الاول وحاول انه يسبته حمادتي ما هو جاب مانيار كماناوي جاب دكتور جبريل ومسكه المالية ومسك ذيك في مجلس السيادة ما هذا ما شروع بتاعنه جريء اول اول البيجي اول ده بيستلم انت قال شن دلم الحواظم بتاعنه دلم الحواظم بتاعنه فشوف شوف شوف اللي شكالية كيف انه حسي وقت قالوا لك نائب اول اه يعني الحلو جاي نائب ثاني كده فهمنا الرصة يعني بوروك يعني وحصل الاتفاق لانه العالم الغربي بفتش في انه الحلو لازم يكوش الرصة وهما عارفين انه حمادتي ده ما حي قعد يحتفز بالمجموعة بتاع المتفلتة لازم تتحلى وحمادتي واقف فيها تتك لكن لو قدروا يدقلوا الحلو جو الرصة بيبقى الحلو والجيش السوداني رغم انه الجيش السوداني تابع شوف الرصة قريب الحلو والجيش السوداني حمادتي والمجموعة بتاع الناس منيار كومناوي دكتور جبريل اذا الموازنة هنا اتقسمت نصين اذا في النهاية اذا جايجي نائب ثاني الحلو لكن بتبقى في مشكلة في الترتيبات الامنية الحاسي شغال فيها بيعمل فيها حمادتي الترتيبات الامنية ستشق البلد دي وستقسمها كلام قبل سنة ونصف ستقسم البلد الترتيبات الامنية لانه تتم داخل الدعم السريع الدعم السريع بقى قوة ضربة ما يقدر الجيش اصلا الجيش منتهي جيش منتهي ما اكضب عليكم الجيش منتهي عديل لو انت حس دخلتها هم دايما جبن السياسيين دايما جبن ارجع في الجزيرة اخر تعليق لوزير الصناعة ابراهيم الشيخ اللي هو مرتبط مباشرة بالبرهان بهبش الجيش هبشة كده انه الجيش محتاج هيكلة محتاج صيانة محتاج صياغة محتاج حاجة تانية بتورك انه في مهانة داخل الجيش الجيش ده ما قادر يبقى جيش عديل والبرهان ده خايف والله انا قلمتكم من المرة خايف من حماية تعديل كده خايف والقضية دي كلها عنده بالنسبة له انه كيف يتخارج من الشغلانة دي يائمة يائمة يدو ضمانات ويطلع بي اطلع فض مرة ويطلع من المشهد ولا يقعد كده في الروسية تبقى زي قصة عمر البشير حمدوك ماسك ورق مهم جدا جدا اللي هو ورق فضل الاعتصام لجنة فضل الاعتصام دي نحن اتكلمنا جبيل انا واخونا المجذوب تحية له بنتكلم عن انها هي لجنة سياسية اللجنة السياسية دي ما ظاهرة يعني كونا منه كونا حمدوك اذا لجنة سياسية لو كان كونا النايبة العام ولا كوناتها رئيسة الغضاء كان بقولك دي لجنة قضائية لكن دي لجنة سياسية والعالم كله عارفة ان لجنة نبي الأديب لجنة سياسية فحمدوك ذكي جدا جدا طبعا ذلك منظمات ماسك الورق بتاع اللجنة دي وقاعد به لكن بيهدد به منه بيهدد به البرهان وحمايته اي حاجة يقوم يهددون به بيقول هما ذاتهم خايفين من حمدوك ذاته لانه اي لحظة عملاء فاقول والله انا خلاص انا دار تصفية للعمل ده وده الورق لا ممكن يكون لنا قريب لسنتين وتهوا سنة ونصف نبي الأديب ما يكون عنده تقرير كامل عنه ذول محامي يعني ما يكون عنده تقرير سلموا لهم حمدوك حمدوك سلموا اكتر من ثلاثة تقارير يعني انا اللي بتذكره انه قال سلم نبي الأديب قال انا سلمت التقرير الاول التقرير الاول ده عنده التقارير كلها عنده وأي تقرير كان نادت حمودي ولدي محمد ولدي الصغير ده قلت لك تب ليه تقرير أول حاجة بقول لك كده قبض لي برهان وحميهتي وكباشي وياسر العسكري ولمجلس العسكري قبل ما أبدأ معي التفلي لو نادتها قلت لك نادتها قلت لك فأول حاجة قبض النازل أنا هي ما دار التقرير وتقرير شنو يا أخي وتقرير شافوا الدنيا يقول كله وفي زول ما شافوا فضل الاعتصام نعم ياخي الناد قطعه شهر شهر القطع الناد منه القطع الناد ده حق ويكون ده هو الحاجة قبل ما أتكلم بمشي شركة الاتصالات اللي حقوها بيقى التابعة لمنه لمجلسة السيادة تقال لمجلسة السيادة وفي مجلسة السيادة تابعة لمنه ماسكى أبراهيم جابر قريب حميتي ماسكى الاتصالات دي كلها عشان أي حاجة حميتي لازم يكون مللن مباعا أمشي أزال شوف الزول المسؤول من الاتصالات في السودان منه ابراهيم جابر ودعم منه حميدته ونسيبه وماسك شوف ابراهيم جابر ماسك هنا وماسكين الشغل الثاني البنوك البنك المركزي يعني موزعة لو انت دار تقبض الناس في فضل الاحتسام ما كانت محتاجة الكلام ده تمشي سدتين طوالي الوقفكم منه من العمل الزولة الوقفة ده ما وقفك بناء على الموضوع ده ذاته خلاص ده مقبض ده حيكون البرهان ولا حيكون حميد حيكون البرهان طبعا ولا كباشي بعدها تقبض اي زول كان في الاريا دي وي التلفونات هم بس يتقبضون عشان كده هم قاموا احتفظوا بهيئة الاتصالات كلها دخلا جوال وهيئة الاتصالات ده طبعا الفساد الذي يمشي على غضبين ونتكلمت لك عنه قبل ايام لان انا كنت فيها قلت لك فساد 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 انا لو سمعتك هنا التسجيلات تستغرب من مهندسين انا كنت اشغال فيها انا كنت اشغال فيها انا اول اول الناس قبضونا تبعها يعني سنة اربعة وتزعين سنة اربعة وتزعين كان معنا هنا ازعي مادا الهادي كان بتكلم معي قبل ايام شل من المهندسين اضربنا سنة اربعة وتزعين كانت في الوقت داك باعوها ليه سودتيل وباعوها بحفنة بدلاهم معدودات وكانوا فيها من الزاهدين باعوها جدعوها كده وخلاص الموضوع انتهى وحسي حاليا قاموا مساكوا المجلس العسكري لانها هي ماسكة الاستلاتيجية كلها يعني تتخيل انه لو داير اي معلومة شركة الاتصالات دي بتجيب لك من الاول لالاخر بتجيب لك مكالمته زاتا اكتل اكتل جايبين نابي نفسه باللفز كده بيجيبه لك فشركة الاتصالات قاموا بمسكوها زي ما مسكوا الغضاء انت قال الغضاء مسكوا زي ما مسكوا اه النايب العام منه النايب العام زوله النايب العام زول الحمياتي على اساس انه حسي الملف دا لو شاله سلموا النايب العام تالي يوم بحرقوه اي حاجة عملت في الفتر الفتر دي هو جل نايب العام غيرها الجديد دا يعني انه صافي تابع لحمياتي مشيت لجي هذا الام مفضل مش هذا المن مفضل يشوفوا تابع لحمياتي ولا ما تابع لحمياتي تابع لحمياتي جابون خطون كده مجهزين انهم على زي ما انتم ما عندكم حاجة تقدموها الثورة دي مش سرغت الدولة ذاته سرغت يعني هي رأيت السورة بس يعني لو السورة دي السورة دي ما ماشى لسه على الوعي مستمر وكده لكن الدولة والله الدولة سرغت سرغت الدولة دي سرغت جميعا سرغت بواسطة الدعم السريع والامارات والسعودية وحسي قبل شوى محمد الفكي بيتكلم عن الدولة الثلاثة طبعا محمد الفكي برضو عنده نفس المفهوم بتاع الدولة الثلاثة والمحور طبعا هو قاسد تركيا تركيا ومعها غطر ومعها تاني منه تركيا وغطر وإيران غايته هو مئة في المئة بكون قاسد تركيا وغطر إيمان لأنه ما بيقدر يتجرع على الإمارات لأن الإمارات دي هي اجابة ولا بيقدر يتجرع على السعودية لأنها السعودية دي وليت نحمت طبعا الليiye ما就是 السعودية ذاته بدت في عندها مشاكل مع الإمارات لكن في النهاية هما ما بيقدر تقولوا أدبا على الإمارات لأنه هما ما شاربينا الشاي بالمنعنع والشاي المنعنع دائماً الإمارات بيصوروه بيجيبوه مصور كده يعني زي الكلام القالوا المزروعي ما هم قال نحن اي زال زارعين اللي هو المزروعي ده اي زال فول عارف انه كان خالصي لك اول ما تجي كما عديتها هنا ده كما شد عديتها في الشارع القروز ده بجوبالك بالكاميرا بس التقاعد ومحدده لك الشارع بتاعك في جميرا ولا في اي محلة داخل الامارات اصلا ما عندكم حل بينكم تطلعوا من الماسونية الاماراتية ده مصورين يا بوي مصور قروزكم مصور فسادكم مصور اجرامكم داخل الفنادق كله مصور ي progressively خصوة نحن اللي لانه كانوا حولك نوعين ويجوться estão وتقالوا برها ويجوة它 اما انه واول ما يد انو انبيتك الوظيفة ده اذا ما ضمنوا المساكات المساكات JBny Ninja فالقضية لا يمكنهم الان ينبذوا غطار. فهم شغالون غطار والامارات والتركيا ودين. لا يوجد المشكلة. هم عارفين بغضوا ناس. وفي النهاية يجبون يجبون اشخاص حمد. نرى شيئا نرى جيدا النقطة المهمة الوالي ذا شديدا نرى جدا الوالي نفس القضية نكون واضحين ونكون منصفين لى نتكلم بفهم إذا حصلت مشكلة حسي في غرب السودان بين أهلنا المسالية وبين أهلنا الزغاوة من يركو من ناوي ده بيقف مع منه بيقف مع الفور قد فهموني أنا عشان أوريك الضرر بتاع القضية ذاتة بتاعتينه هنا حسي لو حصلت مشاكل بين الإنقسنة وبين أي قبيلة تانية عالقار ده بيقف مع منه بيقف مع القبيلة التانية ما دي المحاصص دي مشكلة المحاصص ذاتها ما هو ده ذاته هو ده ذاته بعد التعارف لو لو حصلت مشكلة بدل يقف في النص هو حيضطر يدعم قبيلته ودي الحاجة بالمناسبة تضيعت وين تحسي أبا أحمد أبا أحمد ده ما داخل في نفس المشاكل بتاع الشيوية اللي هو يشغل بالحكمة الفيدرالية اللي هو حسي صراعاته دي ذاتها إنه هو قريب للأرومو وقريب للأمهر وحسي التقلال ده مدخل معه في مشاكل أنا بحثوا إنه هم أصحاب الجلد والرأس دي نطس القضية دي ذاته دايما بتكون هشة المعالجة بتاع الحكمة المحلة ولا الحكمة الإغليمي ده علاج واحد بس أو علاج أو حاجتين بالضبط كده إنه السلطة المركزية تكون أولا قوية ويكون عندك جيش وطني واحد موحد وديلالتنا ما عندك يعني بالنسبة لأحمد ده إشان إنت تقوم تفرض أو تخلق الحكم ده أنا قلت ليك لازم يكون عندك جيش وطني أول حاجة ما عملت وما تعمله لأنه ده بوابة بتاعته انفصال كامل زي وحسي لو دخل مني مشا يتفق مع باقي الجبائل ممكن يفصلها عادي جدا جدا بجيشه بدل يكون هنا لأنه بعد ده ماسكى السلطة وممكن يطوع ناس كثيرين جدا جدا زي الإدارات الأهلية دي ممكن يمشي يفصل غرب السودان وحسي وحسي عقال حيمشي لملمة الإنجسنة والوطعويت والجبائل بتاعت أهلنا دي ده لأهلنا طبعا برضو حيمشي كلهم يطلعهم بجنبة ويبدأ يعقد معاون اتفاقيات وممكن يفصلوا أديل الأزرق وبعد شوية الحلو يفصل اللي هو جبال النوبة ما هيتا ما هتلاوي الكلام ده لعندك جيش وطني موحد لعندك حكومة جوية لعندك حكومة مركزية ثابتة مسيطرة على الوضع لعندك شرطة قوية بالعكس بلدك ماليشيات بلدك فيها كتائب ظل والكتائب بتاعت الظل للناس المافاهم أنا قلت لكم زمان الكتائب دي هي حسي شغالة مع النظام ده شغالة مع برهان وشغالة مع حميرتي والله الكتائب دي ذاتها ويتقال الكتائب بتاعت الظل دي يعني يتقال الكتائب الظل دي بيجو ماشين وما عندهم ضل وهم كتائب الظل دي كانوا شغالين في في أكبر محلتين كانوا فيهم كتائب ظل مصلحة الأراضي اللي هي تابعة للغضائية عشان كده كان مصرين مجلس السيادة إنه يكون الغضاء تابع لون لأنه مصلحة الأراضي تابعة للغضاء عرفتها؟ يعني كانوا مصرين مجلس السيادة إنه الغضاء يتبع لون ليه؟ لأنه الغضاء دواوين مصلحة الأراضي ما تابعة للغضاء دي واحدة البؤرة الكبيرة اللي كانت موجودة فيها الكيزان سوداتيل لأنا نحسي بتكلم لك عنها دي المواصلات السلكية ولا سلكية فيها كمية بتاعت الكيزان كتائب بتاع الظل دي كانوا أصلا مشغلون في سوداتيل لأنه مرتبات عالية لكن وقت يجي النفير وقت يجي المشاكل زي بتاع بورسودان هم بجيوم بيع عربات بشيوم بمشيوم دي الكتائب بظل هم موظفين معظمهم في مصالح معينة من ضمنهم المصالح مصلحة الأراضي وسوداتيل سوداتيل دي كلها كيزان وزق الناس كتيرين جداً جداً بيكونوا عارفين لا لا يا أخي الوطاويض دي قبيلة يا أخي قبيلة يا صالحين قبيلة كبيرة يا أخي وقبيلة سودانيين يعني سودانيين كمان مقصالين يعني ناس ممكن يكون سمونا الوطاويض دي لأنا ما عارف ليه لأنه هم كانوا عايشين في الجبال وفي ناس كثيرين جداً جداً عاشوا في الجبال دي ما نزلوا فيه أنا شفت فيه جبل مرة يعني ناس ما نزلوا تحت يعني ممكن يكون عشرين تلاتين سنة الواحد قاعد في الجبل فوق ما نزل برضو دي كانوا قاعدين فيه جبال والجبال دي كثيرة يعني القموز برضو عندهم قبائل القموز القموز دي طبعاً جوزوفيون سوداني وجوزوفيون أسيوبي ودي المنطقة دي الإغليمة الفصلوا مننا القصة بتاعت الأغالم دي دي أكبر أكبر مشكلة حتواجه الشعب السوداني وأكبر مشكلة حتواجه الوطن والله أنا حزين والله حزين حزني شديد جداً جداً لأنه نحن وصلنا مرحلة كده بعد شواء نحن حنبقى كهزان ونحن بنقول الكلام الصح نحن بنشوف الحاجة دي وبنقول لكم والله الحاجة القدامي دي هي واضحة الكلام اللي أنا قدته قبل سنتين وهو بدأ يتضح كلام بقولك إنه هيكل تجيش السودان والمغررة البشرح وليك ده بأن الدولة دي ما بتتزن إلا كده جاكن للناس اللي بيقولوا شكراً حمدوك جاكن حمدوك بلسانه طلع قال نفسي كلامي يعني كلمتكن عن حاصل الصادر قبل سنتين جا حمدوك بعد قبل ستة شهور جا مدني قبل كم لغاية الليلة بتكلموا عن حاصل الصادر اتكلمت لكم قبل سنتين قبل سغوط النظام عن تغيير العملة يعني أنا ما دار أضر البلد يعني أنا ما ممكن أكون ضد مصلحة البلد يعني ما أنا ما ممكن أكون هاوي معارضة ولا بحب معارضة ما أنا مرتاح يا أخي وإن ده مرتاح وعايش عايش أحسن حياة لكن في النهاية شاعر بينه الحاجة البعيشة أنا دي استحق أن يعيش المواطن السوداني استحق أن يعيشوا أسر الشهداء استحق أن كلنا كسودانيين نعيشة يعني الحاجة اللي بأحلم بها أو الحاجة اللي بأشوفها أنا بتمنى في وطنية إنه يعني لماذا؟ الفرق شينو؟ لان تلك الدولة والثروات كانت دون ربع ذات له. الأن لم تكن ним صروات مالذات له، لم يكن صروة. الصروة الوحيدة وبتاعتكم. البلادات السودانية التي تستمتلك هناك من الصروة الوحيدة. هذا الصروة الوحيدة الموجودة والواحد يكون حزين حتى قبل شونا كتبت البوست دا يعني لم يكن كتبتوا حزين في ان الشعب السوداني ده ليه ليستغبوا كده يعني الاستغباء والاستحمار ده ليمتين يعني نحن يقعد يستغبوا فينا واستعمروا فينا كشعب السوداني ما نحن في النهاية النهاية بتاعتنا لازم نرجع وطننا يعني في الاخر كده لازم نحن نرجع الوطن يعني هنعيش برا هندفن مع الخواجات ديل هندفن واستهلنا عشان نقوم مع الخواجات ديل فالواحد بيكون عنده امال وطموحات بأنه والله انا ما ضد حمدوك ولا ضد عمبالوك ولا ضد الحكومة دي كلها انا ضد السلوكة اللي بتعمل فيه انا ضد انها هي تنحرف في مسار الثورة الليلة هم بدوا يصالحوا في الكزان الناس انا ما عارف في يحساس انا انا حاسب ان الناس الموجودة في الفيس ما نفس الناس انا حاسب ان الناس السوار اللي كانوا سوار ما بيقولوا سوار ملوا عذاب الانتصار حاسين بينه حتى الشير زاته بيقى ماذا زي زمان حاسين بينه الصورة ماتت ويقتلوا فيها زيادة بيقتلوا فيها لانه الصورة دي الناس ما تقدر تطلع بيشوف الخطأ العيش مافي الوغود مافي البلد ماشي كهربة 12 ساعة 13 ساعة كهربة شنو البتاكت عياخي كهربة شنو ياخي البتاكت عياخي يخين احنا مقاعديننا في خلج كهربتنا ما حصل انا متمنى انه القاد كهربة قطعت ليه ليه ياخي الموية الموية تكون قاطعة الموية دي تكون قاطعة الناس فاتت الناس شغالة في انه بدأت بتفتش في انها تطير هزاته تطير والله العظيم وقصم بالله العظيم الشعوب دي بدأت تفتش مش في انها تطير هزول يطير يطير براه شفتوها براه ونحسي في فرنسا قبل ايام يركب اللي بتاعها كده بطير بعد ده ممكن بعد ما يضمنوا انه التجربة دي يعني يعني امنة الشعب الفرنسي ده كله بطير ونحن نسع بمفتش في انها نناكل في انه دقيق سعره كده والعز سعره كده وكده الحاجة 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 الانه حقيقة شفت وعجبتني قلت لكم الضرائب الضرائب دي طبعا الضرائب دي بالنسبة للحكومة بتاعتنا دي بس انه هي تشال بنزول الغنيان ده عشان يأكلوا بها وعشان يصلحوا بها الظلاط وعشان كده ده مفهوم النار زيل الضرائب دي فلسفة هنا واقسم بالله فلسفة عديل كده بالمناسبة انا كنت بتكلم مع واحد قريبنا برضو في سوداتين كان بتكلم عن حاجات كثيرة جدا كان بيشلوها من الشركة بتاع الزين لانها تابعة للكويتين والشركات دي بالمناسبة الشركة الزين دي شالوا منها دماغ وحاجات كثيرة جدا وضرائب كثيرة جدا على اساس انه بيقى تبرل زي ما قولوا يعني ما بتنشال منها الضرائب دي في ضرائب بتاعت الكارت زات والكارت العالي بتنزلوا ده في ضريبة له اي ادارة الضرائب بيشيل فيه بيشيل فيه اموال قريب ليه 13-14 تريليون قاعد تضيح ساي لانه المجموعة بتاعت شركة زين دي ما قادرين على هي طبعا كلها كيزان برضو في الكيزان قاعدين حتى صلاح من النع ذات ما قادر على شايف بيجهجه لك فيه فقلت لكم يا خن الناس عايشة والناس مستمتعة والناس اتخطط المرحلة بتاعت اكلوا شربو دي اكلوا شربو ما في ما في زر بيفتش بها نحن الوحيدين العايشين المعاندي والله الشعب السوداني الوحيدة العايشة المعاندي الشعب السوداني الوحيدة اللي بنتظر الخريف عشان هو عارف انه في بيوت حتقع وفي مجاري حتتقفل وفي مواصلات حتقف الشعب السوداني الاشتاع بيعاني الشعب السوداني عارف انه منتظر يا امت ان يلقى غاز ولا ما يلقى الشعب السوداني يا امت ان يلقى فحم ولا ما يلقى شعب السوداني عايش مش في خطة الفقط عايش برّ خطة الفقط وحس في النهاية يبن لهو سمرات يا زول سمرات شنو همشاة اقف في الصفوف عشان يشيلي دقيق وزيته هنا ياخي دي الغلال للبشرية ويزلال البنية GREG ياخي يجبوا لك الكهرباء من أهلك الكهرباء ليس أدفع فيها مقدم الكهرباء ليس أموال نهبوها يجبوها من أموال المنهوبة يجبوها من استرداد الأموال المنهوبة 5 مليار دولار المؤتمر الوطني يجبوها من القروش 300 مليون دولار يجبوها من كتايا وهو رئيس المجلس السيادة يجيبها منه هربت الناس الذين لديهم القروش تجيبها من أين؟ وكتايا أكثر من 5-6 مليون دولار 300 مليون دولار هذه المعروفة وكتايا وكتايا وداد باب بكر وشخص يتكلم عنه قبل ما نتكلم عنه ناس طارق سر الخطيم وعبد الباصد همزة الأموال المنهوبة يجبوها من راقبين ويجبوها مولدات للناس يحسنوا الكهرباء ويجبوها تلك المنهوبة ويجبوها من تلك المنهوبة ويجبوها من لابس ويجبوها من لابس الاشتراكية تقول تابع الجهاز الأم بعد أن تتميوها من لابس سبعين ألف دولار سبعين ألف دولار سبعين ألف دولار سبعين ألف دولار المواطن لا يأخذ خمسمية دولار. مية دولار لا يأخذ موظف لا يأخذ مية دولار. المواطن لا يأخذ موظف لا يأخذ سبعين ألف دولار. ميزعون بتجيزين. المواطن لا يأخذ هناك. يجب أن يأخذ من أين؟ لأن يأخذ البلاد كما يأخذ. لم يكن يأخذ لك فرق. كما يعني قبل أيام كنت أعمال سندالة. قلت تكلمت عن مكرون عن المرتب بها مكرون. قلت بالمرتبات بها مؤسسة. هذه كلها معروفة إلا نحن. مردد مردد. قمت طوال دخلت لك اكاديبيا مش الجوجل كتبت الاسم بو يعني باخد 14 وكده زلت نزلتها كتعليق العالم كله شغال بشفافية العالم كله راكبين لكم انفينيتي والمواطن ما عنده كهرباء التعارف الانفينيتي بكم التعارف العربية الراكبين نازل بكم انت عارف مجموعة العربات الانفينيتي دي لو بوعو نحن ممكن تجيب لك محطة قروش تجد ازالة التمكين قال لك وينه؟ ما هو احمد حسي بيروت عليك قال لك التمكين وينه؟ وينه قروشه؟ ضيعت البلد يا اخي ضيعت البلد وتمصت الجضايا انا تجيب لي معمر؟ جيب لي وكتايل هربتوا جيب لي ويدات اللي اتدخلوا فيها حمادتي واتدخل فيها البرهان فكوه هذين اجيب لي وكتايل قروش الكهرباء وينوين؟ الاموال اللي تنهب ترجع لي تحسروا الناس الماتوا في السجن وما تحاسبوا ماتوا في السجن وما تحاسبوا لماذا تحاسبوا؟ سوى شنو غير السجن بس؟ ماء ماء من أنه هذا القضيه كلها تباعد نحن 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 يجينا القضيه كلها تباعد تباعد كلها حتى الكيزان ذاته ما حيت حاسبه الكيزان ما حيت حاسبه طب انا بسأل هذا هذا الكيزان ذال ما كانت عنده مشاكل بتاعت كهرباء كانوا يجبوها من اين ؟ الكيزان لم يكن لغاية ايامنا الاخيرة ما حصل الكهرباء تقطع اثناشر ساعة تقطع ستة ساعات اربعة ساعات الناس يغيروها الكيزان كانوا يجيبوها الكيزان الغزيرين يجيبوها الكيزان من نفس محلهم قال لي يمشوا كالدار يركبوا عجلة يمشوا كالدار دي ما بتخصني انا ما جبتون عشان يركبوا عربات ما دي واحدة من الحاجات يا اخي محمد الفكي والصاليك قال لي هم بتاعين الحكومة يركبوا انفينيتي ورئيس النيرويج يركب عجلة رئيس النيرويج يركب عجلة ليه عليك في مالك ام praktي بيتأخبرك اشتري العربية انا ا��يعنك انا اجبك بالدار اعة فقط مرتب انا اجبك بدلات انا اقبلك比如 اء شي اعتراك عربية شبلي لا اعتراك عربية الكيزان habrد TR&A انا كلم كله للمواطن Ching fauxывать كالرجال خلهم انسابعوا الكشفات المرتبات لان تسمع هذا كلام عايشة موسى عشرة مليار للبرهان يشتغل شهر بعشرة مليار حميتي يأخذ تمانية مليار تمانية مليار وأي واحد في مجلس السيادة يأخذ مليار ونصف يسويوا يطيروا دي البلد دي تقالي المأكلة وغير الدعم السريع تقالي الكاربة دي اللي بيأكلها شو ما قلوش الوقود بيأكلوه دي ناس الدعم السريع وبيأكلوه 140 ألف مغاتل والجاج عنده زي 30 ألف مغاتل والحركات المسلحة بيقاد عندها زي 20 ألف مغاتل ده ما الكلام ده بدع هنا يعني قاعده دعوين تقالي لهم قللينا بيعلك السودان الكيزان كان بيبيعوا الأراضي السودان اللي كان بيبيعوا الأراضي دي لما تطلع لهم أراضي وينهون ما حاسبتهم ما لك ما حاسبتهم ما لك طبعا ما حقدر يروت كده يورينا الناس الباعوا الأراضي ديل الناس الباعوا جنوب السودان والناس الباعوا الفشقة والناس الباعوا حلايب ما حاسبتهم ليه جيت قعدت معاهم وواصلت في نفس المشروع بتاع حلايب ليه ياخي انت انت الزولة بتناصر فيه وعشان استردد لك الفشقة اللي هو أم المصريين ديل قال عم منك أراضيك يا أخي ما يركبوا عربان ياخد تحية لك يا أحمد أكسم مالة زي ما قال لك يا أخي أكسم مالة كلك مالة نوبيرة مالة ما يركبوها ويركبوها من حقه وننملوا مال وندفع لونيها أحداث بورسودان تكلمنا عنها يا أخي مؤامر قلنا لون بورسودان دي قلت لون فيها خمسة فرق فرقة بتاع الجيش الفرقة دي فيها خمسة ألف خمسة وعشرين ألف فيها جهاز أمن فيها دعم سريع وفيها بطيرة وفيها غيادة الشرطة غيادة بتاع الشرطة بتاع بورسودان وفيها مدرسة جابيت وفيها كل شي لكن الناس زيل وما دارين الصراع دي يدورك والوالدة زاته لأنه تابع لقبيلة تانية وده صراع قبلي وده الصراع بعدين عاين له حيحصل مع منيار كومانناوي وبكرة عاين له حيحصل مع عقار لأنك كنت تختار زول بتاع قبيلة وتجيبه تخطه القبائلة التانية وهو زاته وحتى لو قبلك لو حصل صراع بين قبيلة وقبيلة هو ما حسن نتقبيلتك لأنه ستبقى لو عيبة الكلام ده مواضح يعني انت الحاجة تجيبتها هلها كده والله أنا ما لك بيش ولا ده للكبزاتي قال لي انت هسيرك ابن وفيره بس هندام هندام رئيس الوزراء ده موضوع عادي أما الباقي كلام صح والله أنا ما بابتكلم عن الهندام بس يعني أنا ما قصدت أنا ما بابديك بابديك إشارات بقول لك يا أخي الناس زيل في حاجة سيما إبراء زمة ده كلام حمدوك هو شافه في منظمات ده قبل ما يدعين وفي حاجة سيما يقوله الطرف ده غوانين أي زول اشتغل وحمدوك اشتغل ولا ما اشتغل عنده خبرة ولا ما عنده خبرة أول حاجة كان حقه يعمل لحمدوك إنه يعمل لنا إبراء زمة عشان اللجنة بتاعة إزالة التمكيد نحن زالتنا نضمن إنه كده عشان نعرف إنه ما في فساد عشان يورينا إنه في خط بين السابق وبين الغادم بين المستقبل وبين الماضي حقه يورينا ده ما خط أول ما يجي يقولك يا أخي كده أنا أولا عندي كده وعندي كده وعندي كده وديه يراءات وديه كلام بيأخذوا في الغضائية بينسوا كل الوزراء ده بيبصموا بالحاجة الموجودة عنهم حاجة سيما يبراء زمة كان ورونه إنه فعلا سقطت وديك طبعا إتخطاء طوالي المحاصصات العملوها دي كانت واضحة بأنها تضيع البلد دي حسد صراع المدور ده ده لأنه 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 محاصصات لو أنت بتتذكروا تيريك ذاته عنده شغل عنده صراع مع منه مع البني عامر عنده صراع مع البني عامر شوف تيريك ده الوالي عمار ده اسمه منه عمار بتاع كسل لأنه من البني عامر قرب يعمل حرب لكن حسي بتاع بورسودان لأنه من قبيلته ساكت ساي وكل الفرق ذاته كلها ما قادر تقبضه شين تيريك يا أخي شين الزولة عفا نجي عجوة أنا ما بتقول لي أنا ما بتكلم عن إنه هو كده دي سيادة الدولة لكن لو جينا عائلنا بمنظور تيريك أنا بلقى تيريك برضو عنده كلام صحي تيريك ما شاف فيه حاجات غريبة بتحصل اللي هو التكسيم ده ناس اسامة اسمه منه اسامة ومعوه وخالي الجاويش اسامة منه يا الله اللي هم تجابوا نحيميتي لموا نحيميتي وشاف الحكمة الذاتي العمله لجبال النوبة في الاتفاقية وشعر بين الاتفاقية دي سأقول لها البني عامر دي دي بتوريك أنه لازم يجب في وقفة ده صراع غبلي صراع غبلي لأنه خلقته منه خلقته اتفاقية جوبة الاتفاقية اللي قلت عليك زمان قلت عليك بتضيع البلد الصراع اللي يعمل فيه تيريك ده سببه اتفاقية جوبة أمشي أزأل أي زول أزأل تيريك ذاته السبب الأصلي اتفاقية جوبة الزمان اللي أنا حزرت منه وضحكت فيه أنه حمدوك الأهبل ده شاء يخي زوني ترئيس وزراء وسبب المشاكل حميدتي المشاكل ذاته بتاعت السودان قل له حميدتي تشيلاً ملوفة على السلام تديل حميدتي ده ما بوريك أنه الزل ده معتوه ذاته حميدتي معتوه وحمدوك يعني زي عميل عميل مرتزق سايزة وذاته عميل عميل تابع له اللاسيوبين ما بيقدر لأنه حس الأسيوبيين الحس الدخلين في المحوردات هو طبعاً حمدوك ما بيقدر يهبشون هم تجابوه لأنه هم المنظمات حسي ما تشوف الصراع عين له لا بد كيف عين له لا بد كيف لأنه بيته في أسيوبيا انت قال المحاصصات دي براها ما في محاصصة بتاعت حمدوك حمدوك بيته في أسيوبيا أولاده في أسيوبيا عمله في أسيوبيا حياته الباقية في أسيوبيا ما في السودان عشان كده هو دايماً خايف في الصراع بتاعة أسيوبيا وده صراع مرتبط مع بعض ما بجيف التمهاج ده برضو يعمل لك رغم أنه ما عنده ناس يعني التمهاج ده لعنده جيش لعنده حقنة لعنده كمشة لعنده عكازة زول قاعد سايبة بلسانه برضو يقول لك بعد شهور سيجيب ناس جاكم ويفصلوا لك ما أنت المشروع بتاع جبدة والمنح المنطقتين بتاع الحكم الذاتي ده صحة ناس كثيرين جداً جداً الشريك ده كله بدأ يقول لك بحكم ذاتي ولو حق الشريك ده ما ادآز انت قيل الناس ادآز برا في غرب السودان وفي في في آه النيل الأزرق ولا نهر النيل الشريك ده الشريك ده حياته كله ينقل ينقل في الدقيق وينقل في الزيد عن طريق ميناء عن طريق الميناء والناس كلها مستمتعة بالكهرب وبالأكل والشراء هم ما عايش الشريك ده ما عنده حق لكن ما ترك عنده حق المواطن بتاع شريك السودان المواطن الحر الأبي الناس الاشاوس يا زول الهدن يعني فعلا الناس رجال ناس عندهم كلمة ناس عندهم تاريخ يا أخي ما معقول تتلعبون الحكومات ظلم وظلم الحسن والحسين الشرق السودان مظلوم يا أخي ده حق يجب أن يغال أي يفهم شرق السودان ده ينظلم بس أنا بفتكر انه ترك ما بمثل الناس أنا شخصيا بفتكر انه ترك ما بمثل بفتكر انه المواطن الشرق ده هو اللي يمثل المواطن بتاع الشرق لكن ترك ما ممثل مجرد كوس متنطع بحاول استغل القضايا لكن المواطن بتاع الشرق السودان يستحق انه يعيش حياة كريمة يعني يستحق انه يعيش حياة رغدة يستحق انه لانه قاعد يقدم للسودان يعني لو ما انصف للناس فانت تتجد حكم ذاتي هنا اعمل لهم سيقول حكم ذاتي ياخ انت من برهان من يعمل حكم ذاتي واخسم بالله العظيم وكتاب الكريم الحكم الذاتي لم يقوم برهان برهان واصدر البرهان لكن هو احمد 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 شفت ابات شنب الاثنين والله ابات شنب البرهان وحيات كتاب الله سايق حمد الاثنين من شنب واحد باليمين واحد بالشمال وحيات كتاب الله احمد احمد واخسم بالله الاثنين ابات شنب وانت الاثنين قالت عايشة موسى قالت حمد انه يضي نظي يضي والله الاثنين شفت البرهان وحركات شنب ممسوك من حمد بيهد الشمال ويهد اليمين الذين نجريهم يمين يمين شمال شمال وحيات كتاب الله والكلام هذا لا يزال منه والتاريخ يأتي وراء كل يوم يتذكر يوم ستذكر عديل لأن هذه أحداث عديل او نحن تابع لغاية موصل لكلام ندي الناس المجموعة كلها سايقة حمد وحمد ذاته كانت الامارات دخلت مع تركيا في الخط وهو ذاته بدأ عارف نفسه عزيز لأن الامارات ارتبط بالموساد وارتبط بالروس ماذا سهل حمد قلت لك أصبح قطر وهو ما خطر لأنه شاطر قطر لأنه في عم لقعدين في ناس فارس النور وهو ما حق يكون فارس النور حق يكون فارس الظلام ومجموعة السائقين البلد لنهاية مؤسفة وفي النهاية أنا أفتكر أنه وجود الدعم السريع سيكون السبب لك السودان وقل حقيقة من خلال متابعتين ومن خلال حياتي وارتباطي بالشعب السوداني داخل العاصمة حسري الليلة هم جاهزين لحميته حتى لو وصل المرحلة أنه تصل لمرحلة الصراعات هم جاهزين للصراعات لأنه البلد بالماليشيات لا يتمشي الكلام إذا فيه محمي اتفا بها إذا لا فيه يبقى جوه عين في النهاية تتحلى الماليشيات السريع والحركات المسلحة وتبني جيش وطني واحد إذا بطريقة مرنة أو بالموت العديل إما تكون ولا لا تكون حمدوق دوك تكون البلد تكون أو لا تكون ما هو الكلام قالوا كله لا فيه نقط مخوف إلا حل الدعم السريع لأنه طالبين منه لأنه طالبين ناس الحلو ومصرين علي ناس الحلو والخواجات عشان يجدوا القروش ما هي الاتفاقية بتاع جوبة دي التقائل ما فيها قروش ما ساي ما عندهم حاجة ساي عشان بعد ما تتم الاتفاقية ستأخذ لك أموال أول حاجة في مليار في 250 مليون ستأخذ الحكومة و750 مليون ستأخذ منه الحركات المسلحة الحركات المسلحة كلها ما في مشكلة هم كم خمسة كل ذلك يأخذ مية وشوية مية وشوية مليون دولار الجري ده كله ما هم عارفين الكلام ده لكن الحلو وده موقف ممتاز أنا الموقف الممتاز الواك والموقف الوطني نحن نشيد بيو إنه هو مؤمن الحلو بحل الدعم السريع وده موقف نحن نخذه براو بجنبه ده براو نحن لو أصلا بنعاين لوطن الموقف في الحلو بتكوين الجيش الوطني نحن كشعب سوداني كلنا مؤمنين بالموقف ده أما باقي الحاجات نجيل فني لكن الحاجة الكويسة قولوا كويسة يا جماعة والحاجة السيئة ما قولوا سيئة أنا بالنسبة لأنه الترتيبات الأمنية وتكوين الجيش الوطني الموحد أنا ده ببني لي دولة قال لي ناس كسل ناس طيبين يا أخي كسل ناس طيبين والله يا جماعة أنا لفيت السودان ده كله ما عندنا ناس كعبين لكن عندنا عندنا إدارات وعندنا الناس القيادات السودانية كعبة هي طبعا لأننا تعودت على الارتزاق وتعودت على الكذب والنفاق هم ذات تفكير على هذا لو لاحظت قبل يومين عشان أوريك التسويق والإشاعة والحروب قبل يومين قام ردم الجيش قال شنو الكلام قال قبل أربعة سنين أمج فريد وقام وسحبه ما لاحظت الشغلان دي ده تلمع لأمج فريد لأنه اللي فقد الكرسي لانين يرفعو شوية أنه الودي يعني مناضر ساير فيه ناس بتقيف معه في النقطة دي لأنه ده ده واحدة من الأسباب التي تعمل بها ثورة وتبنت بها ثورة ما نحن عارفين أن الصورة دي حسي حاليا ماشي لأنها تزبل وده كلام حق نكون صادقين مع نفسنا الثورة دي استهدفو النازل واستهدفوا الصوار بتاعنا وفرتقوا اللجان بتاعت المغاومة واشتروا جزء كبير من اللجان بتاعت المغاومة وحركوا الإدارات الأهلية واختطفوا جزء من الناس كثيرين جدا جدا وفضل الاعتصام القديم داك لحسي راسخ للكنداكات أخواتنا بينه تاني ما بطلعوا في الصورة دي لأنه هم قصدوا أنه الدق الموجع دا على أساس أنه تاني ما في زول يطلع للصورة الصورة خلال زبيلة وماشا للنهاية بتاعتها الوعي موجود لكن كترت التفكير في إننا نحن دايرين شنو دي المشكلة أنا أفتكر زي ما المرة فاللهبة قال الصلاح سندالة إنه يوم تزع وعشرين جماع نحن نستهدف الجيش نستهدف بهاشتاد نستهدف بإعتصام نستهدف بموكب أنا لسه مصير على يوم تزع وعشرين الجاي الذي سيكون يوم خميس سنضع له إنه تزع وعشرين دا نفتش فيه نحن نخرج كيف يكون عندنا سودان سودان عديل سودان وطن حدادي مدادي ونؤمن بإنه سنبني وبعد دا يا إمة نحن ننسى الموضوع وتبقى البلد بلد ميليشيات وبلد حركات مسلحة ويحصل فالفساد والشعب السوداني يبدأ يهاجر هاجر أمريكا هاجر لندن هاجر أي فجا والناس تعيش على نحن نحن واكفين في موغي فاحد مطالبنا تغيرها لكن أنا بفتكر إنه مطلب الدعم السريع والميليشيات دا المطلب الأول أول حاجة حق نحن نطلع له إنه تتحلى الميليشيات وقاصل معته حميدتي دا ما في سودان ما عارف إنه حميدتي قاتل يعني إلا يكون ذو الكذاب وذو المنافق وقسم بالله العظيم حميدتي ذاته عارف وقسم بالله أخوان حميدتي عارفين وحبوبة حميدتي والخوايض عارفين والدني دا عارف إنه حميدتي دا قاتل ما في زول ما عارف إنه البرهان دا قاتل والله العظيم والله ما في ما في زول ما عارف إنه حمدوك دا زول ضعيف ضعيف وهش وما بيقدر يكبه من دولة وهو زاته في حميدتي وبساند في البرهان نفس الجهاز نفس الزول الكاتل ولدك وما زاته الوضع بيقدر ظاهر 29 الجائدة حنبدأ ندعي له ولغاية ما ربنا يسهلنا الحاجة اللي نحن بنعيش دي نتمنى إنه يعيش الشعب السوداني كله يعيش حياة كاملة مكتملة يعيش حياة كرامة قبل ما يعيش ذاته يعيش بيكرامة أول حاجة التحية لكم لك الدعم يا عام